قبل ما اتكلم معك في النقاط اللي احنا هنتضمنها مع بعض في الفيديو بتاع النهاردة. ان انا اعزي كل اخواتنا واهلينا في المغرب. اخواتنا واهلينا في ليبيا. ربنا يعزيكم. ربنا يصبركم. ان شاء الله دي تكون اخر الاحزان. وربنا ما يسمحش باي حاجة تانية. سهلا لاخواتنا في المغرب او في ليبيا او اي دولة عربية او اي دولة على مستقل العالم. وان شاء الله يعني ربنا يا عم بالسلام والخير علينا كلنا. ويا ريت ان احنا نعزي اخواتنا في المغرب وفي ليبيا. واتمنى اني دي تكون فعلا اخر الاحزان. بالنسبة للفيديو بتاع النهاردة احنا هنتضمن بعض النقاط. اولا هنشرح منحة دراسية من مولاب الكامل في بريطانيا. وهي منحة تاني حاجة هنعلن عن نتائج المسابقة اللي قنت قلت لكم قبل كده عليها في منحة الحكومة الروسية. بالنسبة لمنحة المسابقة اللي عملناها مش هنعلن عنها في الفيديو ده هنعلن عنها في الفيديو اللي جاي. رابع حاجة ان احنا في الفيديو ده كمان هنعمل مسابقة. فعايزك تركز معايا في الفيديو من البداية للنهاية علشان خاطر حضرتك تفهم كل حاجة معايا. منحة طيب منحة دي مين اللي بيقدمها لي? هي من اسمها منحة بتقدمها لك مؤسسة ومنظمة زي ما تحب تسميها. طيب هم بيعملوا ايه? هم بيقولولي تعال ادرس في بريطانيا هو واحدة من الجامعة الحكومية البريطانية المشاركة معانا في المنحة. واحنا هنمول لك اسناء الدراسة بتاعتك. احنا هندي لك تكاليف السفر اللي انت هتستخدمها عشان خاطر تسافر لبريطانيا. احنا هندي لك راتب شهري. احنا هنوفر لك سكن مجاني. الادوات اللي انت هتستخدمها احنا هنوفرها لك. يبقى انا عندي وانا موجودة هاو. انا بروح ادرس بريطانيا هي اللي بتدفع لي وبتعمل لي كل حاجة. لذلك هي منحة ممولة بالكامل للاسباب اللي انا ذكرتها لك والحاجات اللي انا قلت لك هم هيدفع لها. طيب بالنسبة لمنحة هل فيها كل البرامج والتخصات? الاجابة نعم فيها كل البرامج والتخصات. طب هل انا ينفع ادرس في اي جامعة كده خلاص? الاجابة لا. انت بتقدر تدرس في واحدة من الجامعات الحكومية البريطانية المشاركة في منحة وهم جامعات كتير على فكرة وهتلاقي كل البرامج والتخصصات متاحة فيها. طيب هتسألني سؤاله وتقول لي هو انا دلوقتي لو عايز ادرس في منحة هينفع ولا لا? الاجابة لا ما ينفعش. طب لو انا عايز ادرس ماجستير او ينفع لان منحة هي منحة دراسية من مولبة الجامل في بريطانيا لدراسة الماجستير. يعني ما ينفعش ادرس باكالوريوس? ما ينفعش ادرس دكتوراه. طيب المنحة دي هل مش بتقبل الطلاب السوريين? هل مش بتقبل الطلاب اليمنيين? اصليك انا من العراق وسمعت مش عارف مين قال لي ان المنحة ما بتقبلش العراقية. اصليك انا من مصر وسمعت ان المنحة بتاخد ناس معينة وبتاخدش ناس تانية. الاجابة ان اي طالب على مستوى العالم اي شخص على مستوى العالم حابب نوى يقدم على منحة ومستقبل شروط منحة يقدر يقدر يقدم على المنحة. سويا كان من مصر من الجزائر من ليبيا من المغرب من فلسطين من العراق من سوريا من اي دولة حضرتك هتسألني عنها في الكومنتان تقول لي ينفع اقدم ولا انا بقول لك اللي اجابة في الفيديو ها او ينفع ان انت تقدم على المنحة دي. طيب هنيجي النقطة المهمة وهي هو منحة دي طالبة مني شهادة ايجادة لغة انجليزية ولا لا زي ما نشوف مع بعض بتاعنا شهادة ايجادة اللغة الانجليزية مش من المتطلبات الاجبارية للتقديم على المنحة. ممكن تقدم شهادة ايجادة لغة انجليزية طفل او ممكن تقدم شهادة ديولنجو ممكن تقدم اثبات ان تعليمك تصابق كان باللغة الانجليزية او ممكن ما تقدمش اي واحدة منهم لان هنا الموضوع اختياري. طيب بالنسبة للجماعات اللي احنا بنتطر ان احنا نحطها في لابلكش همتعمل هنا النقطة اللي انا عايز افهمها لك. لو انت ما عندكش شهادة لغة او دراسك السابقة ما جانتش باللغة الانجليزية ابعد عن الجامعات اللي بتطلب منك شهادة اللغة كمتطلب اكباري وقدم فيه جامعات تانية. ولكن ما تجيش تكون عايز تدرس في واحدة من الجامعة اللي لها ترتيب عالي جدا وتقول لي عايز اقدم فيها وانت قلت لي اللغة مش متطلب اكباري والجامعة بتقول لي اللغة متطلب اكباري. انت بتقدم في جامعة الشرط بتاعها ان انت تقابل فيها اديني شهادة لغة. ازا انت اللي حطيت نفسك في الموقف ده. ممكن تقدم في جامعة تانية معروفة وترتيبها اقل من الجامعة العالية بس هي مش عايزة منك شهادة لغة. فاحنا بنتكلم في النقطة احنا عايزين نوصل الهدف. ان احنا نحصل على من حد رصية. فما حطش رجلي في النار واقول لا انا تلا ساعة. لا انت روح بعيد. وحقق اللي انت عايزه وامشي من طريق تاني مش لازم تمشي في الطريق اللي تلاقي فيه ايه? يعني متاهات من الاخر يعني. فدي بالنسبة لحتة شهادة اللغة. طيب بالنسبة لموعد بدء التقديم على المنحة دي وموعد انتهاء التقديم على المنحة دي. المنحة دي فتحت بتاريخ اتناشر سبتمبر عشرين تلاتة وعشرين. وده طبعا مختلف عن كل سنة لان المنحة بتفتح باغسطس كالعادة. اما بالنسبة لموعد انتهاء التقديم على المنحة هيكون سبعة نوفمبر عشرين تلاتة وعشرين. بعتزر لو اتأخرت في عمل الفيديو ده ولكن يعني الموضوع اني يعني الواحد ما جغول على الاخر يعني فعزرا يعني لو انا اتأخرت في شرح المنحة انتم تعودين انا ما بتأخرش ولكن يعني هي الظروف جات كده. فمعليش? وعلى فكرة انت عملكم فيديو قولت لك زي تجهز نفسك في منحة. فتمنى انت تكون تفرجت على الفيديو وكون الفيديو عجبك وان انت استفدت منه وانت بتقدم على المنحة دلوقتي. يبقى المنحة بتقفل بتاريخ سبعة نوفمبر. بالنسبة للبرامج والتخصصات كل البرامج والتخصصات بتلاقي متاحة وهنشوف مع بعض الكلام ده لما نروح على اللابتوب بتاعنا. اما بالنسبة للمميزات فزي ما قلت لها تكاليف الصفر تكاليف الدراسة رتب شهر سكن مجاني ادوات الدراسة كل ده بتوفره لك منحة. هندخل دلوقتي على جزء مهم فهو المستندات اللي مطلوبة مني ايه والمفروض اعمل ايه. حضرتك مطلوب منك صورة شخصية. حضرتك مطلوب منك شهادة التخرج وبعانة الدرجات بتاع الباكالوريوس الخاص بك. حضرتك مطلوب منك لو عندك شهادات لانجازات انت قمت بيها تقدر ترفقها بتقول بتاعك. طبعا بيكون فيه مقالات تقريبا اربعة وخمس مقالات حضرتك بتكتبهم. دي المتطلبات بتاعت المنحة. نركز بقى في حتتين مهمين وهما. جواز الصفر والقبلات الجامعية. وركز معايا في الكلام ده وجوزية دي مهمة جدا. بالنسبة لجواز الصفر المنحة دي بتقولك لو معك جواز صفر هتقول لي ياس ان انت عندك جواز صفر ترفق لجواز صفر. ما عندكش جواز صفر هتقول لي نو وخلاص مش هترفي الجواز صفر. ولكن في حالة ان ربنا قرى ما كنت قبل انت محتاج جواز صفر. فلو انت عندك جواز الصفر بيطلع بعد فترة كبيرة. ما تسألنش في الكومنتات جواز صفر بيطلع في كامي يوم لان انا مش بيشتغل في مصلحة الجوازات ومعرفش الموضوع بيختلف من دول لتاني. يعني في مصر مسلا تقدر تقدم على جواز صفر مستعجل او جواز صفر مش مستعجل. فده ليه وقت معين وده ليه وقت معين بالنسبة المصريين. دول تانية انا معرفش جواز صفر بياخد كامي يوم. ولكن لو انت هتقدم جواز صفر وانت شخص عايز السافر ما تستنعاش لما تطلع النتيجة وتقول ما يمكن اترفض فمروش لازمة ان انا اعمله طبعا انت ممكن تتقابل وساعتها وساعتها مش هتقدر تسافر بسبب ان جواز صفر بتاعك اتأخر ما اطلعش وضيعت الفرصة على نفسك وضيعت الفرصة على حد تاني كان ممكن ان هو يتقابل مكانك الا بقى المنح اللي بتكون عاملة وفي ناس في الانتظار ده اللي هو الناس التانية مقداش على المنحة لكن يعني بدل ما تدخل نفسك في موضوع ان انت تفضل بقى تعلان وكان ممكن يسافر بسبب جواز الصفر او ان انت تضيع فرصة على غيرك مالهاش لازمة اعمل جواز الصفر هيكون افضل ليك وتريح كل الاطراف طيب بالنسبة للقبول الجامعية حضرتك لما بتقدم على منحة بيكون مطلوب منك ان انت تدخل في تلات جامعات ممكن تدخل جامعة واحدة ممكن تختار جامعتين ممكن تختار تلات جامعات ما فيش اي مشكلة اطلاق طيب هل التلات جامعات دولا لازم ان انا اكون عندي جواب قبول غير مشروط منهم الاجابة لا انت ممكن تقدم على تلات جامعات والتلات جامعات اللي انت قدمت عليهم دولا هتحطوهم في حضرتك والكلام لكله وبقوله كل سنة والناس مش بتحب ان هي تصدق ودي حاجة طبعا ترجع لك مش بكبرك ان انت تصدقني انا بقول لك الكلام الصح ورجع من وراي على الموقع الرسمي حضرتك اخترت تلات جامعات قدمت عليهم حضرتك حصلت على قبول من واحدة من التلات جامعات قبول غير مشروط امين. حصلت على قبول مشروط امين. ما حصلتش على قبول مشروط او غير مشروط برضو امين. ليه? ان حضرتك لما بتقدم في المنحة هو بيدي لك فرصة بعد ما المنحة بتنتهي ان انت تقدم لجواب قبول من احدى الجامعات دي غير مشروط. يبقى احنا بنقدم على المنحة دلوقتي عادي ما فيش مشكلة. بنقدم على الجامعات ما فيش مشكلة. بنختار الجامعات اللي احنا قدمنا عليها داخل ما فيش اي مشكلة. بنعمل صب متل القبلي كيشن بتاعنا برضو مفيش اي مشكلة. وبعد كده بنشوف رد الجامعات ايه? جال لكبول مشروط جال لكبول غير مشروط. دي حاجة لها تاني. والكلام ده هخليك تشوفه بعينك يا صديق الانسان من على الموقع الرسمي الخاص بالمنحة. طيب هي المنحة بتطلب كبول مشروط ولا غير مشروط? طبعا بكل تأكيد مليون في المية المنحة بتطلب جهاز كبول غير مشروط. فخلينا اروح ما بعد على البتوب بتاعنا. الكلام اللي انا هشرح طولك موجود المقال بتاعه في سندول وصف اسفل الفيديو هنشوفه مع بعض. هندخل على الموقع الرسمي نفهم كل حاجة ونشرح ونشوف ازاي نقدر نقدم على المنحة دي. اشتركوا في القناة وزي ما قلنا بنتكلم عن منحة تشيفنينج الممولة بالكارب. تعملوا هنا التفاصيل اللي احنا ذكرناها الكليات المميزات هنا المسندات. طبعا في الجزء الخاص بالبرامج المتاحة من هنا بتقدر تدخل على كل التفاصيل الخاصة بي الكورسات من هنا هنا بتشوف انت لو عايز تبحث عن طريق ان انت تكتب الكورس او الجامعة لو انت عايز تبحث عن طريق ان انت تشوف مناطق معينة في بريطانيا فانت بتقدر بتعمل من محركات البحث دي. طيب هنا بنيجي مع بعض ده الموقع الرسمي ولحضرتك حابب تقدم معنا بتوقعت للتقديم من خلال فريد دكتوري بمنح بتملأ من فضل حضرتك اقرأ كويس لو سمحت لو حابب تقدم من خلالنا اقرأ كله وانت بتملأ ما تدس موافع على حاجة وخلاص شوف كل حاجة شوف الخدمات اللي موجودة لو سمحت اقرأ كويس قبل ما تقدم معنا وخصوصا هنا بالنسبة بتاع الفريق بيعمل ايه عشان خاطر التقديم وبعد ما بتملأ بتواصل معاك رقم وهو زائد سبعة تسعة تمانية تلاتة واحد اتنين اربعة ستة زير وتلاتة اربعة ده رقم فريق التقديمات مايكل بتواصل معاك بعد ما بتملأ بيتم تواصل بناء على بتاعك مش مسؤولين عن اي ارقام بتتواصل معاكم بتقول لكم ان احنا تابع دكتور المنح ملناش اي فروع في اي دولة على مستوى العالم تعامل بتاعنا ولا حضرتك متعرفش فريق دكتور المنح متعرفش احنا بنتعامل مع الناس ازاي مش واصق فينا اسأل عندنا كويس اسأل ناس في بلدك شوف انطباع الناس عندنا شوف الفيديوهات اللي الناس بتعملها ليني لما بتتقابل اول بوستات اللي بيبعتوها وبشكر طبعا كل الناس بتشاركنا فرحتها اسأل عندنا الاول قبل ما تتعامل معنا علشان خاطر حضرتك ما يكونش عندك شك في اي حاجة طيب بنيجي مع بعض هنا بالنسبة للمنحة الموقع الرسمي بنضغط عليه ما تنساش التراك في جروباتنا على تليجرام ووسائل التواصل اللي خاصة بينا واتساب فيسبوك عشان خاطر مرضو تتابع معنا المسابقات اللي بنعملها ضغط مع الموقع الرسمي بتفضح هنا الصفحة الرسمية الخاصة بمنحة تشيفنين بنيجي من هنا بنختار الدولة بتاعتنا هكتب مصر للمصر بعد كده هنا باختار بقول له سيرش بعد كده بتفتح لي الدولة بتاعتي هنا بيقول للمنحة لغاية امتى وكلام نقول له اقرب راحتك بعد كده عايزة اقدم بقول له انا عايزة اقدمه النهاردة تمام طيب بعد كده عشان خاطر نيجي مع بعض ونقدر نعمل حساب ماشي بنقول له تمام اكسبت بعد كده نيجي هنا بنكتب المسمى بتاعنا ايه اسمك اسم العيلة بتاعتك بعد كده الايميل والايميل مرة تانية رقم تليفون عن والشارع المدينة المحافظة وهنا الدولة وبعد كده بتعمل شركة المربعة بتقدر على صمت ومجرد ضغطك على صمت بيبعت لك رسالة على البريد الخاص بيك فيها اللينك اللينك ده بتضغط علي عشان اتنشط الحساب بتاعك بتضغط على اللينك بفتح لك صفحة بعد كده بيقول لك اكتب باسورد بتكتب الباسورد اللي انت عايز وبتكتب الباسورد مرة تانية وبتضغط على كونتونيو بعد ما حضر لك ضغط على كونتونيو او صمت اوائيا تاني الزرار اللي يظهر قدامك هيجي يفتح معك الابليكيشن انا هنا كتبت ايميلي وكلمة سر وهضغط على تمام ركز معي في الجزء اللي جاي هنا انا عشان عندي فبيقول لي طبعا لما بتعمل هنا بيقول لك ان انت اتعمل لك بعد كده في حال قبولك خلاص انت بيتم اختيارك لو لو اقدر لاب تترفل بيقول لك تمام طيب هنا ده بتاعي ممكن ضغط على تمام وهنا بضغط على ده عشان انا عامل حساب عشان حضرتك معندكش حساب وعمل حساب جديد في الاول بيجيب لك كده شوية اسئلة تبدأ ان انت تجاوب عليهم هل انت من الدول مسموح لي ان يتقدم على منحة تشيبنينجو ولا طبعا بتقول له ايوهل انت عندك جنسات بريطانية ولا هل حد من قرابك مسلا درس قبل كده في المنحة هل انت معك اقامة بريطانية او جنسات بريطانية كل الاسئلة دي печ MoB دي بتجاوب عليها تمام طبعا هو بع ambitious كده ليه عشان يعرف انت مؤهل ان انت تقدم على المنحة ولا مش مؤهل ان انت تقدم على المنحة. تمام? بعد كده بيفتح معك بتاع حضرتك زي ما انت شايف. طبعا قبل ما ندخل في حاجة انا لازم اورهها لكو هنا من الموقع الرسمي بنجي مع بعض. دي المنحة بتاعتنا اللي هي تمام? فهي في نقطة مهمة لازم نروح عندها وهي حضرتك المنحة فتحت اتناشر سبتمبر. المنحة تقبل سبعة نوبامبر. ده الكلام اللي احنا قلنا مع بعض. تمام? طيب بعد كده هنا حضرتك بتيجي معايا بيقول لك من منتصف نوبامبر الى ديسمبر. من منتصف نوبامبر الى ديسمبر. طبعا هم بيقعدوا عشان خاطر يقيموا بتاعت الناس اللي قدمت. تمام? بعد كده بيقول لك في منتصف فبراير اللي بيحصل. هنا بيحصل للناس اللي هم قبلوهم قبول مبدأي. بعد كده بالنسبة لي شهر فبراير. بعد كده هنا بيقول لك ايه? بيقول لك بقى ايه هنا هو? بيقول لك ان مسلا لو فيه خطابات توصيع ما تكتبتش من قبل دكاترة او اي حاجة لازم تكون عمل لها يعني في واحد مسلا دكتور عندك مكتبش خطاب توصيع لا لازم ينجز ويكتب ويبعد تمام بعد كده من ستة عشرين فبراير لستة وعشرين ابريل بيعملو تاني بعد كده هنا في شهر ستة بتطلع نتائج المنحة بعد كده في حداشر سبعة بيقول لك يعني ايه عدمت على المنحة اخترت الجامعات الجامعات دي بقى بعدت لقبول مشروط مش مشروط ما ردتش عادي ما فيش اي مشكلة ولكن لازم قبل حداشر يولوي يعني شفت المنحة قفلت فين المنحة قفلت من بدر خالص من سبعة نوفمبر عشرين تلاتة وعشرين والنتائج طلعت وعملوا ونتائج طلعت وكله تمام تمام بيقول لك لغاية حداشر يوليو عشرين واربعة وعشرين انت لازم تكون بعت استمت ان انت عندك جواب قبول غير مشروط من واحدة من الجامعات ان انت اخترتهم طيب هلأ انا ممكن اختار جامعة تانية مشاركة في المنحة بس ما كنتش حطتها في الابليكيشن فعالك ان الجامعة التلاتة دولة ما ردوش على هي الاجابة نعم تمام انا بيقول لك لازم تبعت له على اقل جواب من واحدة من الجامعة البريطانية ان انت تقبلت قبول غير مشروط تمام بعد كده الدراسة بتاعك بتبدأ في سبتمبر اكتوبر حبيت ان انا اضح لك الحاجة زي ما مكتوبة على موقع الرسل. طيب نرجع الابليكيشن بتاعنا مرة تانية. الابليكيشن بيقول لك هنا المعلومات الشخصية اللي انت كدبتها بيقول لك المكان المفضل بالنسبة لك اشتعمل مقابلة بتختاره. بعد كده حضرتك بتيجي معايا باقي البيانات هنا محطوطة رقائي من اول بيانات اللي انا حطوطها في التسجيل. هنا بيقول لك بحطوه بيانات التعليم الخاص بي الجامعة الدراسة فيها تخرجت منها امدى كنت في جامعتي وهكذا. بعد كده هنا لو حضرتك كنت في تدريب كنت في عمل تطوع كنت في شغل مدفوع الاجر. طبعا انت هنا بتبدأ ترفق له كل حاجة تخص بتاعتك عن طريق هنا بيقول لك هل انت حاليا مسلا موظف او مسلا متطوع او حضرتك عندك لو انت عندك حاجة من دول بتقول له ياسل لا بتقول له نو. بعد كده نضغط على وندخل على الجزر الخاص بالمقالات. هنا طبعا اول حاجة في المقالات طالب منك ان انت تكتب له مقالات عن التأثير بتاع حضرتك والقيادة القيادة اللي هي ان انت تكون قاعد في مكان معين لان في ناس بتفهم القيادة بمعنى سواء السيارات او العربيات انا مش باتريا ولا بقول الكلام ده حقيقي فعلا. القيادة اللي هو انت قاعد في حاجة معينة انت عملتها. بيقول لك حضرتك هنا بتكتب له ما لا يزيد عن خمسمية كلمة. بعد كده هنا بيقول لك لازم تكتب له انا مقال انت لاعي استدرس في اليو كيف بريطانيا ايه هو بتاعك انت بتخطط اللي عمل بتاعك. خلي بالك هما دول اربع اسئلة ولكن دول هما التحفيزي. ده التحفيز اللي انت بتكتبه بس هو مقسمها لك على غاية اربع اسئلة وبيدي لك انت تكتب من خلالها. بعد كده سيف درافت بندخل على الجوزة الخاص بالابليكيشن. في الجوزة ده طبعا حضرتك بتيجي بتضغط على وبتبدأ من هنا تضيفك الجماعات اللي انت حابب ان انت تدرس فيها الجماعات اللي انت بتكون بتقدم فيها. تمام? تختار الجامعة الاولى والتانية والتالتة اهم حاجة ان انت تختار تلات جماعات او جامعتين ما لا يكلم عن جامعة. تمام? بعد كده هنا بيقول لك بتختار بتاعتك. بعد كده هنا بيقول لك هل عندك جاوز سفر ساري? لو عندك بتختار ياس له? لا بتقول له. هنا بيقول لك هل انت حضرتك مسلا لاجئ? فدي اسئلة انت بتبدأ تجاوب عليها اه او لا تبع عندي الحالة بتاعت حضرتك. بعد كده بيقول لك هل كنت في بريطانيا قبل كده? بعد كده بيقول لك هل حضرتك عندك مسلا يقام في دايما في بريطانيا? هل حضرتك قدمت على بريطانيا وطرفضت? قبل كده اتجاوب على كل الاسئلة دي بكل صراحة. بعد كده بيجي بيقول لك شوية اسئلة انت معندكش غريات. فانت بطبيع ان انت تلغط ياس 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 على كل الحاجات الموجودة تمام? وهكذا برضو هنا بتلغط على ياس على كل الحاجات الموجودة. بعد كده انا بيقول لك ان انت هترجع لبلدك وموفق ان انت ترجع بلدك. ما تسألنيش سؤال بقى في الكومنتان طب لو انا مش عايز ارجع بلدي وعايز اسفر دولة تانية. اكيد لو انت مش عايز ترجع بلدك هتسافر دولة تانية دي بتعتمد على الفيزا اللي تاخدها وانت في بريطانيا لو هتسافر دولة تانية. مش عايز ترجع بلدك عايز تقعد في بريطانيا انت فيه حاجات بتكون ماضي عليها بتكبرك ان انت ترجع بلدك مرة تانية. فما تسألنيش انا مش قناة بكلمك عن الهجرة وبقولك ازاي تروح تقسر فيزا في بلد وتبهدل نفسك والكلام ده كل. وانت في بريطانيا في طريقة شرعية تقدر تقعد بيها تمام. يعني هجيت هنا حصلت على دبلوم احمر يدير تقدم على اقامة دايمة. دي طريقة شرعية والحمد لله معي اقامة دايمة في روسيا. فانت على حسب بلد الموجود فيها. لكن مش عارف دولة بدون فيزا بدون لغة بدون حساب بنكي بدون شنطة بدون طيارة. هتسحى الصبح تلاقي نفسك في البلد دي وبقولك تفضل الجنسية واخد راتب واحنا هنعمل لك اللي انت عايز ولا عايز تمسك رئيس دولة مسكة. كلام ده ما بيحصلش. تمام? بعد كده هنا بعد كده ندخل على الجزء الاخير. وقابل ما ندخل على الجزء الاخير حابب اننا نقع المسابعة على القناة ان احنا اي شخص من الناس المطابقة على شروط المنحة دي حابة ادامة ماجستير يقدر يشارك في المسابعة اللي هنعملها على القناة. حضرتك بتشارك ازاي في المسابعة بتكون عامل اشتراك في القناة يعني انت عامل مشارك في القناة اعمل لايك على الفيديو بتسيب كومنت هنا وبسيب كومنت على صفحة الفيس بوك الخاص بنا على البوس الخاص بمنحة. هنختار شخص عشوية من اوك كومنتات هنتوصل معاها ونقدم له مجانة. الجزء الخاص بي حضرتك بتيجي هنا معايا. تبدأ هنا برضو تجاوب له على اسئلة دي لو حضرك بتاعنا من اعاقات لا تقدر الله واي حاجة بتبدأ ان انت تجاوب على كل اسئلة دي. بعد كده هنا بيقول لك ازاي عرفت عن المنحة وكذا اسئلة عادية جدا. بعد كده بتيجي هنا معايا بيقول لك ايه ارفق له شهد التخرج بتاعك. لو حضرتك عندك جواب قبول مشروط بترفقه وعندك جواب قبول غير مشروط بترفقه. طبعا لو ما عندكش بتقدر سيبهم فاضيين. بعد كده انا بيقول لك بالنسبة بالنسبة للناس اللي يكتبوا له خطابات توصية بتضغط لها بتبدأ ان انت تكتب له البيانات بتاعته طبعا. بعد كده حضرتك بتيجي هنا معايا بتكمل باقي الحاجات لو انت عندك خطابات توصية بالفعل بتقدر ان انت ترفقهم هنا لو انت عندك بزبورة وبطاعة شخصية بتقدر ترفقها وهنا ده انت بتقول له انت ساتيسفاي بالأبليكيشن ولا لا. بعد ما تخلص كل الحاجات بيقول لك انت هنا طبعا تيجي بتختار ياسم. طيب بعد ما خلص الأبليكيشن. اعمل صميتك كده وخلاص? لا. الاجابة لا. ما انت عميش صميته وخلاص. راجع بتاعك استنى. لو حضرتك حايف تنتظر اي حاجة حايف تنتظر خطاب توصية تكتب لك من دكتور وهترفقه هنا مسلا دي حاجة ترجع لك. راجع لأبليكيشن بتاعك كويس عشان مش بعد ما تعمل صميت تندم وتقول اصلك انا في حاجة ما ما انتهاش. ما ينفعش ان حضرتك تتسجل ببيانات تانية في المنحة وانت مسجل اصلا لان كل حاجة بتكون مسجلة بكل بياناتك هيقول لك ان بتاعك مكتوب قبل كده او اسمك مكتوب قبل كده. ساعتها ازاي تغير بتاعك انت لو غيرت حاجة وبانت تقديمها غلط. والمنحة تبقى غير شخص تاني مش لك انت فخلي بالك من الحاجات دي. بعد كده بتضغط على صميت وتنتظر النتيجة زي ما قلنا ازاي مع بعض. ودي كان كل حاجة عن منحة تشيف لانك اتمنى الشرح كان واضحة بوسيط. لو لسه عندك اي سواء اي سواء اي سواء سواء ما تغيرش في الفيديو بتاعنا اتفضل سيفكم انت هتحاول رد لكم جميعا قدر الامكان. واشوفكم في الفيديو بديد على خير. سلام.